موسيقى صباح الخير على حضراتكم جميعا كل مشاهدي قناة تفيف كل مكان صباحكم يا رب خير وابتسامة جميلة وأمل وتفاؤل حلقة صباح النور النهاردة الأربعة تسعة وعشرين يناير عشرين عشرين برحب بكم وبتمنى لكم يا رب يوم جميل صباح الفل يا سحق صباح الفل يا هيبة وصباح الفل على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا من كل أنحاء العالم بنفرح جدا جدا بتواصلكم معنا على صفحاتنا المختلفة اللي بتحمل عنوان سي تي في إيجبت بنفرح جدا بأسئلتكم واستفساراتكم بنفرح جدا بالتعليقات والموضوعات حتى اللي بتطرحوها علينا دي كلها يعني فوق رأسنا وحاجات بنفرح بها جدا المطبخ مبارح يعني يمكن حتى بعد الحلقة ما خلصت والغاية النهاردة وإحنا بنتابع الجزء دا من الحلقة وتعليقاتكم عليه أنا كنت سعيدة جدا بأراء استراحة يعني رجالة وستات وانت وقت بينها في الآخر لا انت بتفرح بإيه هيبة عايزة الناس كلها معاها بصراحة أنا بس أقول استراحة هيبة عايزة كل التعليقات تبقى معاها هي بس وكاين أنا ما بتكلمش أنا عايزة كلمة الحق فاللي فيكو قال يدخل المطبخ بس يسلموني نضيف زي ما استلموا واللي قالوا فيها إيه لما الرجل يساعد الست دا الست شايلة كل حاجة وشايلة الهم وشايلة العيشة لما بتبقى صعبة فإيه المشكلة لما أنا ساعدها فتعليقاتهم كلها كانت إيجابية نهاردة قبل الحلقة عملت قولي ليه لمئتين متر مفيش مشكلة ميتين متر مفيش مشكلة ماشي نشاهد الناس بقى يعني إحنا برضو إحنا بنتناقش مع بعض قبل الهوى فاختلفنا أنا ليه يا رأيي أنت رأي أنا مصر على ميتين متر ميتين متر كفاء سبعين تعمل إيه طب طب أنا هحكي لكم الحكاية بوسينة وكريم الأستاذ كريم حاب الأستاذة بوسينة وقال لها إيه هتقدم لبابا وندخل البيت من بابه وراح كريم قال لها بس ديني معلش العنوان بتاع بيتكم قالت له مساكن الزلزال الدور الرابع شق 24 بلوك 17 راح هو على المكان على طول وقال له مسائل خير يا عمي أنا طالب إيد بنتك قال له يا ابني دا احنا نرحب بيك وانت شكلك ولد محترم والكلام بقى اللي بيتقال بقى والحاجات دي كلها وابتنى يدخله في مرحلة الغويت شوية انت عندك شقة فين يا ابني قال له سداني يا عمي يعني من محاسن الصدف ان انا عندي شقة زي شقة اللي حضرتك قاعد فيها دي وفي مساكن زي المساكن اللي حضرتك قاعد فيها دي قال له انت عندك شقةك 70 متر قال له اه 70 متر زي اللي حضرتك عايش فيها ايه المشكلة ومعظم مصرين عايشين يعني في شق صغيرة قال له لا يا ابني انا مش ممكن اجوز بنتي لواحد شقةه اقل من 200 متر بوس بوس بنتي ماينفعش تعيش غير في 200 متر فقال له بوس بوس بنتك مهمة ربية وعايشة في 70 متر وزي الفل ومولودة هنا يعني قال له تصدق يا ابني أنا مبارح أعد علي واحد وقال لي أن هو عاوز بنتي لابنه قلت له الشقة كان متر قال لي 120 صدقني مرضتش ب120 وأنت النهاردة بتكلمني في 70 قال له عم أنت بتبعها بالمتر أنا يعني المشكلة يعني أنا لسه ببتدي حياتي ولسه الدنيا بسيطة بالنسبة قال له هو كده يا ابني لازم شقة 200 متر بمطارحهم وتفرشهم كلهم قال له ما أنت هتجيب يا عمي قال له يا حبيب أنا جبت خلاص جبت بوسبوس هجيب إيه تاني وبتعود قصة دخلت كده في موضوع كبير قوي يعني فالرأي كيف 200 ولا 70 مش 200 ولا 70 ماشي 200 متر أحسن أنا مش مع الطريقة اللي هو تكلم بيها بس مع الفكرة يعني هو عشان هي تربط في 70 متر يبقى لازم تتجوز في 70 متر لا أكيد طبعا ده مش منطق خالص ممكن تكون كانت تعبانة في حياتها وخنقة وعندها أخوات كتير والشقة مش مكفيهاهم ومستنية اليوم اللي ترتبط فيها عشان يعني تتنفس وتبتدي حياة جديدة في مكان أكبر وأوسع وأحلى إيه المشكلة يعني وهي ليه يعني طبما هي تربط وعاشت في مكان مثلا شاء ليه مثلا هي سكنة في منطقة شعبية ولما يتقدم لها حد من نفس المنطقة يقول له لا إحنا عايزين نصله في المنطقة الرقية بس عدلنا الشارع الناحية التانية ليه 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 يتتنك على المنطقة ولهو يتتنك على المنطقة بس كل واحد من حقه أنه هو يحلم أنه يرتقي ويطلع خطوة القدام في حياته ليه أنا فضلت في الحتة دي ولأ طلعت في الحتة دي أفضل حياتي كلها قاعد في المنطقة دي يعني ليه ده ما يقللش خالص من المنطقة الشعبية بس كل واحد بيحلم وعنده تموحة أنه يبقى أفضل ليه لا وليه دايما كل واحد عايز يحقق أحلامه يعني في موضوع يعني أنا هو قاعد طول عمره متجوز الرجل ده في الشقة لسبعين متر ومعرفش يغيرها على مدار 25 سنة جواز ليه لما يجي جوز بنته عايز لها مرة واحدة بمنطقة مختلفة وشقة مختلفة وأسعار وأسعار مختلفة كل واحد ما حققش حاجة في نفسه بيحلم أنه يحققها في ولاده أو لولاده ممكن الأخطاء اللي هو وقع فيها مش عايز ولاده يقع هما كمان فيها يعني هو مثلا خلوا بالك وبرده نبنقض نفتكر أن يسل الكبار للظروف كانت غير الظروف والحياة كانت غير الحياة ما قدرش أنه يعمل كده يعني بالعافية قدر أنه يعني ربي ويعلم ويدخل مدارس ويدوب الشقة مقضيون بالعافية نفسه أنه يعني يفرح أيه المشكلة أنه بنته تتجوز في شقة صغيرة وزي ما هو اكتهد ومعرفش يجيب شقة أكبر لكن جوز بنته ممكن يكتهد لا يكتهد ويجيب شقة أكبر ليه حسبها بالمتر يعني ليه المغالاة وبعدين بيقوله أنت تفرش وانت تعمل وانت تعمل كل حاجة أنا مش مع أنت تفرش كل حاجة وانت تعمل كل حاجة بس هو يعني الود والواحد لما بيبقى شاري بيعمل حاجات كتير قوي بس أنا بقى مع فكرة ايه فيه نس يا ست شاري بس معيش فلوس ما معكش فلوس ما تتجوزش والله فكرة عادي جدا يعني يا سلام طب انت هتشيل مسئولية ازاي فعلا هتجهز بيت ازاي واتبقى عندك زوجة ومسئولية ازاي معلش أنا مش يعني مش بقول أنه لازم الواحد بقى لي جوز يبقى معاه فلوس قد كده بس انت مش قد المسئولية ما تشلهاش وتيجي بعد كده تتعب شريكة حياتك وتتعب أولادك وتبقى مش عارف تصرف عليه وانت لما انت ما حطتش رجلك على طريق مصبوط وانك تبتدي مستقبلك بطريقة صح يبقى بعد كده نبدأ بقى سلسلة مشاكل أصلا ما بيصرفش عليها ما بيشتغلش كويس لا طبعا لا لا مش معيك خالص طبعا هقولك النهاردة لو شاب لسه متخرج وأقصى مرتب ممكن يقباضه مثلا ست سبعة تلاف جنيه وده مرتب كويس جدا يعني قولي ست سبعة تلاف جنيه ممكن توفر منهم كان في الشهر عشان تجيب شقة ولا حاجة لو وفرت خمس تلاف جنيه يعني وفرت لك ستين ألف جنيه في السنة ان شاء الله تشتري شقة بعد عشر سنين يبقى ما تشتري الشقة يبقى روح أجر شقة والنهاردة فيه أماكن ما بيردوش يجوزوا وبناتهم في شقة لو الإنسان ده يعني الشاب اللي هو مرتبه ست سبعة تلاف جنيه ولا خمس ست تلاف جنيه ده هي بتبان من أولها أن أنت إنسان طموح أولا مش شرط أن أنتك معاه فلوس بس فيه حالة ممكن يبقى معاه فلوس بس مش طموح ويبقى يفضل وقف محلك سر وتشوفه النهاردة زي ما تشوفه بعد خمس سنين بعد عشر سنين هو كده لكن فيه حد بيبقى صغير وإمكانياته بسيطة بس ناجح يعني تتفقل تقول الولد ده بعد سنة هيبقى حاجة مختلفة ده بقى أنا أبقى متطمن على بنتي معاه لأنه إنسان بيحب يشتغل إنسان بيحب ينجح فبالتالي هيخدها وياخد أسرته ويطلع بيهم لقدام طب ليه لما العريس بيتقدم ليه دايما بنحكم أن الماديات هي اللي بتحكم الحكاية هيجيب إيه عنده إيه أهلوا دولوا إيه يعني ليه الحكاية بتتحكم كده عشان هي فيها شقين فيها جزء بيبقى فعلا طمع يعني فيها عينة من الناس في البعض بيبقى بصصلاب منظور مادي وفيه ناس تانية من كتر المشاكل والخوف وبيبقى فيه حد فعلا زي ما بقولك كده ما بيصرفش على بيت ومصرفش على أسرته وما بيشتغلش وبيعتمد على إن الستية اللي تشتغل وهي اللي تصرف أمور كتير جدا إن الأهل لما بيشوفوا مشاكله وناس تانية وقعوا فيها بيخافوا بيبقوا من وجهة نظرهم أنا كده بأمن أنا مش بقول إن ده صح بس تستدوني كتر المشاكل بتخلي الأهل تخاف على بناتها يعني في الآخر أنا عايزة أبقى متطمن عليها الشق المادي ده هو جزء من الحياة لكن جزء مهم برضه النهاردة مبارح أنت كنت تكلم على عش العصفورة يقضينا والأكل وكل يوم أشتري وفي الآخر تاعب وزهق هو ده اللي أنا بقول أنا أتكلم في نقطة تانية النهاردة أنا ساكن في منطقة شعبية منطقة على قدها ومعظم المصلين ساكنين في المناطق مش عيب زي الفل لما تقدم لها واحد ساكن في الشرع اللي وراهم يقولك لا ده ما نغدوش عشان ده ساكن في منطقة شعبية طبع أنتم ساكنين في نفس المنطقة نحن ساكنين في نفس المنطقة والمية لما بتقطع عندنا بتقطع عندكم طب ليه لأ يعني أنا هقولك الحيك زمان المنطقة الشعبية المناطق الشعبية اللي إحنا بنبقى يعني الناس الفخور اللي يقول بقى أنا تربط في السيدة أنا من الأميرية أنا مش عارفة من عزبة النخ لأنا وماله بس المجتمع نفسه اتغير الطباعة اختلفت زمان بدل البنت ما كانت بتبقى ماشية في الشارع لو حد عكسها هتلاقي مليون واحد يقف ويدافع عنها النهاردة بقوا بيشاركوا في إنهم يعكسوها ما بيوش عارفين إذا كان بنت حتتهم ولا وحتى لو عارفين ما بقتش تفرق معهم فطبيعي جدا الأهل بيبقى نفسهم هم يعني هم نفسهم نفسهم يخلوا ولادهم أو بنتهم دي تخرج من النطاق ده أو من طريقة التفكير دي لحاجة أفضل من كتر التاع ده كده بيوصلها لطريق التفكير طريق التفكير أنا وجهة نظري إنها طريق التفكير غلط يعني إنها الموضوع كله محكم بماديات النهاردة لو تقدم لها شاب طموح زي ما أنت بتحكي هي مش هتوافق عليه عشان إمكانياته قليلة ولو تقدم لها واحد بابا سايبله ورس مليون ولا اتنين مليون هتروح متجوزة في الشقة الكبيرة وفي الآخر خلص هتحصل المشاكل اللي بنسمع أنا مش معا لده أنا مش معا لنها تختار معي مليون بس أنا مع الفكرة زي ما بقول كده ممكن يبقى واحد إمكانياته قليلة لكن كسب احترام وثقة أهل البنت اللي راح يتقدم لها مش معايا شقة دلوقتي ومعنجيش إمكانيات أشتري شقة نفسي أسكن في مكان كويس أوفر لأولاد حياة كمان كويسة في مجتمع كمان يعني يمكن يغضوا مش هقول راحتهم في حاجة بس يكونوا مرتاحين إحنا محتاجين غير سلوكياتنا وطباعنا نرجع تاني بقى أولاد البلد والمناطق الشعبية الجميلة اللي نمشي فيها وانت متطمن وعارف أن ما حدش قدر يقول لك تلت التلاتة كام لكن المنع أنك تأجر تأجر مكان يعني تأجر شقة هما بقولك لو كسبت الثقة والاحترام أجر مكان مش مهم تشتري دلوقتي إمكانياتك على قدك ادفع منها جزء إيجار ربنا يدي لك وتشتري شقة ممكن واحد يوافق أن بنته تتجوز في شقة أجار جديد سنة أو اتنين كتير أنا شفت ده كتير شفت كتير أهل وفقه على أن بنتهم تتجوز في إيجار وبعد أربع خمس سنين ربنا اديهم وقدروا يشتروا شقة لأنه هو جوز بنته الإنسان ناجح الإنسان طموح الإنسان ليه مستقبل إحنا كده حكمنا أن لو حد إمكانياته قليلة يبقى اللي معهوش ما يلزموش لا مش كده ده حتى يعني أجدادنا زي ما أنا قال لك خدوم فقرة يغنوا مالله يعني الدنيا الدنيا تمش ده ما بقاش ينفع ده ما بقاش ينفع يبقى كده اللي معهوش ما يلزموش لا اللي معهوش ده يشتغل ويسعى على القل اللي يحط رجله على طريق مظبوط مش شرط أن يبقى معاك فلوس كتير بس وقف على أرض صلبة أيوه هو الراجل هيعمل إيه بتشتغل إيه بتسعب إيه باشتغل شغلانة كويسة وبقبط 7000 جنيه الشهر وحش لا مش وحش طب هجيب شقة هيشقة في المنطقة الكويسة الكويسة دي النهاردة لو منطقة كويسة الشقة فيها قال لي حاجة ب900 ألف جنيه لا ما تشتريش هحوشهم بعد قد إيه يا جماعة الدولة دلوقتي والقوات المسلحة والإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي اللي بقوا عاملين النهاردة شقة جميلة جدا وبأسعار قليلة مش بس في أنك تشتري بالتقسيط على معرفش كام سنة على كتير حتى الأماكن دلوقتي بقى اللي بيشتري ممكن مش محتاجي الشقة من السبع تلاف جنيه دول تأجر شقة في مكان كويس أو في مدينة جديدة وتسكن فيها وتتجوز وأنت لا بـ 900 لا بـ 800 لا بـ 500 تشتري شقة وماله وأهلها يوافقوا عادي هيوافقوا طبعا مش عايد لو هم مشارين وهيوافق أنا ضد هيبة أنا مش موافق معاها خالص طب في دراسات النهاردة لا ما فيش دراسات ما فيش دراسات النهاردة الحمد لله طب في دراسات عملية لأن أنا شفت ناس كتير قوي أو بيوت وفقوا ونهم يجاوزوا بناتهم لإنسان هم شايفين أنه ابن ربنا أنه هيصون بنتهم وبيحبها أنه أد المسئولية أنه صريح لأنه خلي بالكو الصراحة دي مهمة جدا فيه واحد بقى ممكن يدخل نافش ريشو ويفضل بقى يقول أنا وانا وانا وهعمل وعمل عشان خطر بقى ايه بنفل صورة بعد شوية تبتدي بقى المشاكل كل اللي هو قاله ده ولا أي حاجة وبعد كده تظهر الحقيقة احنا من نتكلم قصة الكذبين دي هنتكلم عليها بعد كده لكن احنا تعلمنا أنه لو معاك تاخد شقة بستمائة ألف جنيه لما تروح تتقدم أقوله أنا آخر خمسمية ما تجيبش الرقم الكبير لكن عموما يبقى تقولنا أقول لنا معايا ولا معاهبة في القصة بتاعت لما عريس يتقدم وإمكانياته قليلة على عددك ولو أنت ولا معايا ولا مع أسحاق ما فيش مشكلة مش مشكلة حتى لو رأي ورأي أسحاق وليك ورأي ثالث وقولوا يعني احنا نحب نقرأ أراءكم وتعليقاتكم طبعا دلوقتي نقرأ بعض الأراء والتعليقات أستاذ عزة يعقوب يقول صباح المحبة والسلام أسحاق وهبة شكرا لك نينيو كوزماء أنا معاك يا هبة أنت صح جدا ماشي نادر بوليس بيقول يفضل الزوج والزوجة كل شي بنقص أن كل شقة يعني تفهموا مع بعض هاني ماجيكم نورين شكرا لك صباح الخير محسن عادل صباح الخير عليكم الموضوع ده بقى كل الناس بتفكر في الماديات فقط يا سحاق شكرا لطفي وصفي صباح الخير على سي تي في وعلى برنامج صباح النور مقدمة البرنامج شكرا طب استنى بقى فيه أستاذ أيمن صبري بيقول صباح الجمال عليكم أولا ما فيش حد يتمنى أنك تبقى أحسن منه غير أبوك سنان هو من حقه يطلب كل اللي هو عاوزه لكن بالمعقول ويساعد عشان تبقى الأمور مشتركة تمام جدا وصح أنا مع حضرتك وبعدين اللي أهم من ده كل الشخص نفسه يستاهل ياخدها ولا لأ أنا ينور عليك هو ده اللي أنا بقول وإنت أدل مسئولية هتعرف تصون وتحافظ على الإنسان اللي أنت هتاخدها ولا ياخدها عشان تعذبها إيه الفائدة أن الشخص عنده فلوس كتير وماشي في طريق الغلط ربنا يبارك خدمتكم شكرا لك تحية طيبة من الكويت أستاذ وجيه نبيل بيقول الحياة صعبة جدا أنا مرتبة 3.5 ومش عامل حاجة بسعب على أي شخص أنه يعرف يحوش أو يكسر ألف جنيب بيته معك حق طبعا يعني هتكسر إيه من تتونس ساوسان متحد صباح الخير يا حبيبي مبسوط أن أتابعكم زعلان أني بعد أسبوع هروح شغل مش هعرف أتابعكم بالنسبة للموضوع ده أهم حاجة مش الشقة مقاسها قد إيه أما حاجة يكون الشخص عنده تموحدة أستاذ ساوسان أه طبعا ولأ وروح الشغل بالسلامة بقى تبعي بقى الحاجات بقيتنا على السوشيال ميديا إسحاق يمكن بره بره مصر الشباب كتير بيبتدوا حياتهم مش في شقة لـ 200 متر ولا 120 متر ده ممكن تاخد ستوديو يعني يسموه قوضة ونص أه خب تبقى 35 متر آخر و50 متر أي بس هناك ما بيطلبوش النيش لأ أنا بكلمة الشياكة بالضبط الشياكة في أن حتى طريقة التوضيب بتاعت الستوديو ده وطريقة الفارش وإزاي يفتحوه ويخلوه شكله وحلو يعني تقدر أنك تبتدي حياتك بس المهم بقى أنا بشوف شباب يعني من اللي أنا بحكي عنهم دول بتبقى خطوات عاش فترة في أول حياته في الستوديو ده اللي وضبه كويس قوي وبعدين اتنقل لحاجة أكبر لما بقى عمتها بس هنا في مصر لازم لما عمتها مختلف احنا نتكلم على اللي بيحصل اللي بيحصل عندنا في بلادنا يعني أستاذ وجيه نبيل بيقول بس مش تدرجة 200 متر يعني معاك أم العدرة ده أكاونت بيقول صباح الخير صباح النور صباح الفل كيرولو صعميات صباح الخير دودي دودي صباح النور يا أحلى دويت شكرا لكي احنا عموما يعني أسنان فقراتنا النهاردة على قد ما نقدر نحاول نقرأ لأن الحقيقة النهاردة يعني من الأيام اللي عندنا فقرتين حلوين جدا يعني عندنا النهاردة فقرتين أعتقد أنهم هيعجبوكم جدا وبتمنى التواصل معنا عندنا موضوع مهم جدا يهم الناس كلها عن مار عن فيروس كورونا واللي الناس خايفة منه واللي قدر الله خايفين يجي مصر وهو بيحوم بقى في البلاد اللي حوالينا والإشعاعات ابتدت والإشعاعات ابتدت فيارب نقدر يعني الموضوع ده موضوع من الموضوعات المهمة جدا فكرة الهجرة ويمكن دي بتشغل بال ناس كتير جدا واللي بيحلم بده فاكر أنه هياخد الإجراءات ولا هيروح يقدم على الفيزا تاني يوم هتجيله أو يخلص أورا تاني يوم هيسافر فده كلام مش مظبوط إزاي أنت لو بتفكر في الهجرة تمشي خطوات مظبوطة تجهز ورقك بطريقة مظبوطة تبع عارف الفترة اللي أنت هتخدها قد إيه هتسافر كمان هتعمل إيه في البلد اللي أنت رايحها الموضوع ده أنا عارفة أنه شغل بالناس كتير جدا هنفتح التليفونات لحضراتكم لو في أي أسئلة تقدروا وتتواصلوا معنا في الموضوع ده بالذات إحنا بنتكلم إزاي تهاجر هجرة صحيحة وشرعية للإستراليا للإستراليا ضفتنا اللي بتنورنا النهاردة هي من إستراليا هي محامية في إستراليا ومختصة بالشأن يعني لما بيروح المصريين يهاجروا بيروحوا لها عشان تركب لهم وراءهم للدولة هناك فالنهاردة إحنا مش قاعدين بنتكلم برضو كلام وخلاص واللي نفسك تعمل إيه مش لأ إحنا بنتكلم كلام بيحصل على أرض الواقع مع أستاذة ليديا المحامية اللي في إستراليا هتبقى مشرفان النهاردة في الستوديو واتكلمنا عن دلوقتي نخرج معاكم لفاصل طب ممكن نقول طلبات التبرع قبل الفاصل نقول طلبات التبرع نقول طلبات التبرع بعدها طبعا طلبات التبرع من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها جدا لأنه طبعا لو كنا سبب في أن المريض يبقى ربنا يقدم له الشفا دي حاجة تبقى حاجة مهمة طيب احنا نقول ني يهمة طلبات التبرع طيب ممكن أنا بس لسه مش مش معاي ممكن نقولهم أثناء الفقرات نخرج لفاصل نخرج لفاصل بعدها نرجع معاكم لأول فقرة في حالتنا النهار دا ايه باكرا يا رب تسمعوا صوتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة